اهلا بكم ان شاء الله في الفيديو ده هنتعلم ازاي نقص الشعر قصير جدا باستخدام المشت والمقص بس بتكنيك بسيط وسهل يارب يعجبكم ويبقى سهل عليكم تنفزوه فما تنسوش لو عجبكم الفيديو تحطوا لايك وتعملوا سبسكرايب للقناة لو دي اول مرة تشوفوا الفيديوهات بتاعتي وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد ويلا بينا نبدأ هنبدأ اول حاجة ان احنا نبلل الشعر كويس بالمية ولو الشعر خشن لازم يتبلل بالمية علشان تزبط شكل القصة في الاخر اما لو الشعر ناعم فاحنا ينبلل وينسيبه ويناشف زي ما هو ونقص مفيش مشكلة بعد كده نلبسه اي حاجة علشان الشعر ما ينزلش عليه ويضايقه ونبدأ نشتغل على طول هنقسم الشعر لجزئين الجزء العلوي اللي فوق هنلموه ونربطه لوحده وهنبدأ نقص في الجناب وورا مع بعض هنستخدم مشت سنان واسعة هنحط المقص تحت الخصلة ونلحق بيها المشت علشان نحدد طول الخصلة اللي احنا عاوزين نقصها وكمان علشان يبقى الشعر مظبوط ومفروض وينعرف نقصه كويس وهو ده التكنيك اللي انا كنت بتكلم عليه ان المقص يبقى تحت الخصلة يزبط طولها وبعد كده نحط وراه اللي مشت بحيث ان هو يمسك الخصلة دي كويس ونقدر نقصها وتبقى متساوية مع بعضها واول خصلة هنقصها هي دي اللي هتكون الجايدلاين اللي هنقيس بعد كده عليها باقي الشعر علشان كله يبقى طول واحد وهنكمل بنفس الطريقة وبعد ما نتأكد ان كل الخصلة الطويلة تقصت هنبدأ نجيب المشت من تحت الفوق ونمشيه ونبدأ نقص بالمقص بطريقة متلاحقة زي ما انتوا شايفين كده بحيث ان كل الشعر يبقى مظبوط لا شعر طويل ولا شعر قصير يبقى كله نفس الطول كده احنا خلصنا الجزء ده هبدأ نجيب بقى مشت أسنانه دقيقة علشان نزبط السوالف ونحدد الأجزاء اللي جنب الودن هنصرح الشعر على بره بالشكل ده علشان نطلع الشعر الزيادة ونقصه بعدين نيجي عند الشعر اللي ناحية الودن هنمسك الودن كويس ونبدأ برضو نزبط الشعر نشيل الشعر الزيادة اللي ورا الودن وما ناخدش شعر كتير برضو علشان اللي الشكل مش هيبقى حلو وهنبدأ ندخل تدريجي على الشعر من ورا يعني خلصنا الجنب نبدأ نمسك الشعر الورا برضو هناخد نفس الطول وهنبدأ نمشي المقص الأول ونلحق بيه المشت وبعد كده نقص ونفضل مكملين بنفس الطريقة هنبدأ نشيل الشعر الطويل الأول نسويه بالشعر اللي هو اللي قبل كده في الجنب وبعد ما نتأكد ان احنا شلنا الطويل نبدأ بقى نمشي المشت من تحت الفوق وناخد المقص ونقص على طول بحيث ان كله يبقى نفس الطول زي ما قولنا قبل كده وبعد كده نحدد الشعر اللي ورا الودن بان احنا نسرحه ونقص الزيادة ولما نحس ان الشعر ابتدأ ينشف هنرشه برضه ونرطهه بشوية مية علشان يفضل الشعر رطب لحد آخر القصة ونحن بناخد الشعر داير ما يدور يعني ناخد الجنب الأول سواء نقديمين أو الشمال ونفضل ماشيين معايا لحد ما نوصل للجنب الثاني اشتركوا في القناة وبرضه في الجزء دا هنزبط الشعر بالمقص وبعدين هنلحقه بالمشت ونقص وهنفضل ماشيين برضه بنفس الطريقة وبعد ما نتأكد ان احنا زبطنا الشعر هنمشي برضه نمشت من تحت الفوق زي ما انتوا شايفين ونقص بالتتابع بالطريقة دي وصدقوني الطريقة دي تقريبا أسهل حاجة في قص الشعر هي بس عاوزة شوية تعود وبعد كده هتبقوا أحسن فيها وإحنا قربنا كده نخلص الجزء الورا علشان نبدأ ندخل على الناحية اليمين أو الجهة اليمين وبرضه بنفس التكنيك هنعمل زي ما عملنا قبل كده هنزبط الخصلة على المقص وبعدين نحط المشت تحتها ونخدها وبعد كده نقصها وهنفضل نعمل نفس الطريقة دي لحد ما نخلص الجهة دي اشتركوا في القناة هنبدأ بقى نحدد الشعر من الجهة اليمين هنصرحه على برة وبعدين نقصه بالمقص وبعد كده ناخد الشعر اللي فوق الودن ونكمل لحد آخر الشعر من ورا وهي بقى معانا الجزء الخلفي ده هو آخر جزء هنحدده قده هنصرحه ونقصه كده احنا هنكون خلصنا تحديد جميع الجوانب بتاعة الشعر كده فاضل الجزء العلوي هنصرحه على قدام وهنقسمه في القص لثلاث مناطق هناخد اول حاجة المنطقة اللي في النص هنصرحه على فوق ونبدأ نقصها واحنا مسكنها بأصابع اليد هناخد الطول اللي احنا عايزينه سواء قصير او طويل بس يفضل في المنطقة دي ان هي برضه تبقى اطول من باقي الشعر بيبقى شكلها احلى واحنا طبعا ماشيين على مقاس الخصلة الاولانية اللي احنا قصناها بناخد على اساس هباقي الخصل وهنبدأ نشتغل على جناب المنطقة دي هناخد خصلة تقصت قبل كده مع الخصلة الجديدة اللي جنبها اللي لسه ما تقصتش وهنقصهم مع بعض عشان يبقوا نفس الطول وهنكمل بنفس الطريقة هناخد الخصلة بين صوابع اليد زي ما انتم شايفين ونقصها هنبدأ ناخد الجنب التاني لنفس المنطقة برضو هناخد الشعر اللي تقص قبل كده جنب الشعر اللي لسه ما تقصش علشان نسويهم ببعض ونرفع الخصلة على فوق وناخدها بين صوابع اليد ونقصها هنفضل ماشيين بنفس الطريقة لحد ما نخلص الجزء ده وعلى شان نتأكد ان الجزء ده ما فيهوش اي زيادات هنصرح الشعر من الشمال اللي لي مين وهناخد الخصل بالشكل ده زي ما انتم شايفين بين صوابع اليد ونقصها وبرضو هنصرح الشعر من الشمال اللي لي مين وناخد الخصلة بين الصوابع ونقص الزيادات وبكده احنا خلصنا كل الشعر وده الشكل النهائي للقصة يارب تكون عجبتكم ما تنسوش تقولولي اراءكم في الكومنتس وان شاء الله هقرأها وارد عليكم ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وتعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد كان معكم قلاء ومحمد سلام